طيب طيب نبدأ في الجنغل الجنغل في حاجات اساسية لازم نتعلمها في الجنغل وهي الجنغل تايمز خلينا نشوف ريديت اوريكم حاجة مهمة طبعا باعتبار انكم كلكم ما شاء الله تبارك الله محترفين وما احد فيكم يبقى يقرأ ولا يدور ولا يجمع معلومات والمعلومات موجودة قدامكم سهلا بكل بساطة داخل داخل جنغل يهم انا ضروري جدا انه تعرف كم كل جنغل كم بيك اكس بي ليش ضروري؟ لانه لازم ضروري برضو تكون عارف كل كم لفل كل كل لفل عندك كم اكس بي تحتاج عشان تلفل طبعا انا عارف انه ما شاء الله كلنا محترفين وواحد فيكم عارف الكلام هذا فنتعلم ونستفيد اول شيء هذا ضروري اول لفل عندك في القيم مئتين وتمانين هتاخد لفل ون بعدين كل لفل بعده زيد عليها مية اكس بي ثلاثمية وتمانين اربعمية وتمانين خمسمية وتمانين ستمية وتمانين سبعمية وتمانين فايش يفيدنا الكلام هذا فيه؟ عشان انت في الجنغل انت اهم واحد تعرف الكلام هذا اكتر من اي مكان تاني ليش يهمنا؟ انعرف انه لما انا اجيب مئتين وتمانين اكس بي في لفل واحد حاخد لفل اثنين على طول لما اجيب ثلاثمية وتمانين اكس بي انا حاجيب لفل ثلاثة على طول لانه ليش ليش الناس ليش ليش لسي اس وليش العالم كلها دائما يروح يبدأ ورد بعدين ياخد وولف وياخد بلو ولا يبدأ اه ولا يبدأ بش اسمه بلو بعدين ياخد وولف بعدين ياخد ويطلع عشان الى اكس بي اللي يعطوها دولة نفس الى اكس بي اللي يحتاجه عشان تلبى الاول لفل طب لا تنسوا يا شباب لما يكون عندك المشتي وانت في الجنغل يدي لك تلاتين اكس بي زيادة طبعا نشوف مشتي لول ويكي مشتي لما تاخد الايتم حقة الجنغل مو بس الاكس بي هذا تاخده تاخد زيادة ايش فيها هادي خمسين بونز زائد خمسين بونز اكس بيريانس ابون كيلنج لارج مونسترز زائد تلاتين اه اه بونز اكس بيريانس ابون كيلنج ايتش هاير لفل مونستر دان يو ايش يعني هاير لفل مونستر دان يو لو كان الليفل حق الكامب الليفل اعلى منك بلفل واحد حتاخد تلاتين اكس بي زيادة خمسين هذا على هيرلد وبارن ودريك فما يهمنا حاليا طيب لما نبدأ الجنغل زي شباب يبدأوا لفل اثنين على طول مو زينا عشان كده تشوفهم ما في لفل واحد جنغل اوكي فانت تبدأ لفل واحد والجنغل تبدأ لفل اثنين عشان كده اول كامب تقتله المشتي حتعطيك زائد تلاتين اكس بي زيادة فاول ما دخلت الجنغل يا جنغلر حيكون الليفل حق الكامب لفل اثنين وانت لفل واحد لما تقتل الكامب الاول طبعا لا احنا دائما نبدأ في ريد ولا في بلو صح؟ طبعا عشان عشان الجرومب وعشان الكراكز يتأخروا 15 ثانية احسن شي تبدأ في تبدأ في يا ريد يا بلو اللي اذا كنت ايفرن ايفرن حيروح يبدأ في ريد يعني نفس الشي ريد حتعطيك على طول ميتين وستين زائد ثلاتين هتعطيك ميتين وتسعين وانت تحتاج ميتين وثمانين عشان تلفل لفل اثنين فايش صار؟ على طول جيت انت جنغلر اختي ريد لفل اثنين انت لفل واحد عشان عندك المشتي واذ مشتي مشتي الريد حياتيك كم? متين وثمانين? متين وستين زائد المشتي حتعطيك تلاتين متين وتسعين متين وتسعين وانت عشان تلفل لفل ون متين وتمانين فعشان تلفل لفل تو على طول تحتاج يا تاخد ريد يا تاخد بلو يا تاخد هذا على طول طبعا ريد باي واحد كلهم متين وستين يعطوا متين وستين متين وستين القرومب لحاله يعطي متين وستين الباقي ما عد فيه متين وستين الباقي المشتي تعطي حتى مع المينين ولا بس مونسترز؟ لا بس مونسترز حبيبي بس 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 في الجنغل فقط في الجنغل المشتي بس تشتغل في الجنغل طيب ريد بلو ولا قرومب قرومب حيتأخر 15 ثانية فاسيبو دايما هتبدأ يا ريد يا بلو وبعد ريد بلو هتوصل لفل اثنين كيف توصل لفل ثلاثة؟ يا عندك طريقتين يا تاخد طبعا زي ما كنا شفنا بدينا هنا رح نرد تروح بعدين وولف بعدين تروح بلو هتوصل لفل ثلاثة ليش؟ لانه الولف كم يعطيك؟ نعدينا البيك وولف مية وخمسين والسمول وولف اثنين تمانين مية وخمسين زائد ثمانين هيعطينا ميتين وثلاثين ميتين وثلاثين انت لسه انت عشان لفل ثلاثة لازم ثلاثمئة وثمانين صح؟ ميتين وثلاثين وبعدها بلو بلو هيعطيك ميتين وستين هتصير وصلت لفل ثلاثة تاخد قرومب طبعا في عندك طريقة الباب الثاني عشان توصل لفل ثلاثة على طول تاخد واحد اثنين ثلاثة هتصير لفل ثلاثة بعدها هتقلت تسوي قانك على طول طبعا لو كنت تلعب ايرلي جيم جانجلر في عندك تروح تاخد ريد بلين تروح تاخد بلو اه سوري وولفز بعدين بلو بعدين تسوي قانك فوق ولا قانك ميت هذا واحد اثنين في طريقة تانية لو انت بتلعب هيكريم مسلا ولا مومو هتبدأ بلو بعدين تاخد وولفز بعدين تاخد هتصير لفل ثلاثة فوق تسوي قانك هنا ولا قانك هيدا تبقى انت من لازم يسوي لفل اربعة قانك اوكي هتروح تاخد تاخد بلو اه تاخد تاخد لازم سكتل مع بعض عشان توصل لفل اربعة ليش ابواكم تحسبوها لفل اربعة عشان اوصل قديش بغالي اربعة وثمانين بعدها فكم كم واحد لازم ااخد عشان اوصل لا تنسوا السكتل جاءت الستين فعشان توصل ليفل اربعة حاليا آآ لازم تاخد الأربع هدول ليش لازم تاخد الأربع هدول خلينا نتكلم على 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 مبدأ جدا ضروري لما انا اخد هذا انت بني ادم ده خلينا ارسم واحد كده بغال خليت لك واحد وجالس تجري مبسوت وجيت اخد هذا ثرت لفل ايش اثنين طح؟ طح؟ بس الجنغل لسه level 2 ما صارت level 3 الولف لما نتاخده ما حتاخد المشيطة بونس ما حتاخد الثلاثين الزيادة بعدين حتروح تاخد البلو هو levelه أعلى منك بlevel فحتاخد الثلاثين بونس الزيادة فأروح أسوي جانك وأخد سكتل ولا أخد هذا على طول لأنه صار levelك مساوي لنفس level حقه طروري تفهم لما أنت راجع على الجنغل طالع في level الزبالة اللي قدامك طالع في level الكامب level أعلى منك ولا مو levelه أعلى منك levelه أعلى منك خده عشان تاخد level عشان تلبل بسرعة levelه مش أعلى منك حاول تسوي روح سوي جانك روح سوي كلير روح سوي حادة أحسن لك لأنه أنت إيش تبقى تسوي فلازم لازم نفهم أنه والله الجنغل مش بس هبل أمشي وأخد أي حاجة لا متى أحسن؟ متى أسوي جانك أحسن؟ متى أسوي problematic متى أسوي jotka أحسن؟ متى أسوي أم bothers أم counter jungle أحسن، متى أسوي counter gang أحسن، متى الجنغ اللي يلبل يا عيل؟ الجنغ اللي يلبل على حسب average level of the game مش game of the champions اللي موجودين فالاوريج level حق الحق الحقال الموجودين سار level 2، الجنغ حيليبل طبعاً أصار level 3، الجنغ كله حيليبل level 3، كل الجنغ الكامل الـ average حقال الناس اللي موجودين level 4، ايش يعني l-average؟ يعني المتوسط المتوسط حق الـ level حقال اللعيبة، فالجنغ تلبل معنا احنا صار لفلنا الافريج حقنا خمسة الجنغل كله صار لفل خمسة فا what you need to understand about the jungle عزوز كامبس لما تروح على كامب والليفل حق الكامب أعلى منك بليفل أو أكتر هتاخد لمشتي حتديك 30 بونس اكسبرينس زيادة لو اللفل نفس اللفل حقك لفل الكامب نفس اللفل حقك ما هتاخد البونس اكسبرينس زيادة احيانا حتنحط في مواقف احيانا عبدالعزيز انت رايح على الجنغل وباقي على الجنغل لفل شو يعني لفله اربعة وانت لفلك اربعة ولو اخدت الكامب ما هتلفل من مصلحتك انه انت تروح تاخد تسوي قانك وبعدين ترجع او تروح على كامب تاني يلفلك فانا انا وريت الشباب انا عطيتهم اللينك هذا عزوز لفلك يساعدك الكامب وانت كم اكس بي تحتاج عشان تلفل فدايمن دايمن دايمن كل ما ترجع على الباس ترجع على الجنغل لازم تفتكر ثلاثة حاجات انا اذا خدت الكامب هذا حالفل ولا ما حالفل لا ما حالفل احسن لي اسوي قانك امكان احسن لك تسوي قانك اذا ما احسن لك تسوي قانك ما في شي تاني تسوي روح اكمل الجنغل الموقع هذا زي ما قلت لكم او هذا شارح بالتفصيل اجزاء كبيرة من الباسة المختلفة اللي ممكن تستفيدوا منها اذا انت جنغلر يبغى يسوي قانك في ليفل ثلاثة زي ما قلنا يا شباب انت ليسن انت اليس انت ركساي انت ممكن غريبز انت ممكن ايف انت من الشامبيونز اللي مر ضروري يقنك من بدري لازم تروح على رد او سوري ممكن تبدأ على حسب الجنغلر اللي قدامك طبعا انا زي ما قلت يا شباب جنغل ممرة معقل اوكي انا الين دا حين ما حسبت حساب مين الجنغلر اللي قدامك في الجهة التانية ولا حتكلم عن هذا اليوم حنتكلم عليه في يوم تاني اليوم بس نبقى نتعلم على الاساسيات الاساسيات كل جنغل متى حتلبل وايش الاساسية ايش الطرق الاساسية اللي تخلص بيها الجنغل اوكي زي ما قلنا لفل ثلاثة لفل أربعة اللفل أربعة اللي هو أنا ليش حطيت لانه ابغى اتكلم مع لانه حقرة ثلاثة أربعة اللي باشوفهم حقرة ثلاثة أربعة ما يفهموا ما يفهموا لازم يفهموا لازم يفهموا كيف تشتغل عشان يصيروا أحسن لازم يفهمونا ولازم يفهموا لانه ما هو الحال مقفل في الحصوى اللي هو فيها جالس وجالس يرفلي في مكانه هنا وهنا وناسينا لا وطبعا في نفس الوقت مو أنا لينر حمار نسوي بوش إليه هنا وبعدين أموت وأقول له يا جنغلر فينك طبعا لا أنا يهمني الجنغلر أهم شيء فيك كجنغل إنه تسوي حاجة يسمها كاونتر قانك إيش يعني كاونتر قانك أنا أنا بتكلم على حاجتين عاجة أسميها كاونتر قانك الثانية نسموها اللي هو إيش ماتش كانك هادول الاتنين أهم شيء تسويك يا جنغلر أهم شيء إيش يعني أهم شيء نتكلم على اتنين جنغلر دائما نشوفهم في الميت اليوم هنا وهنا لي فين حيبدأ يا شباب احتمال الأكبر ليه حيمشي واحد اتنين ثلاثة خاب فين حيبدأ هنا ولا فوقها احتمال كبير واحد اتنين ثلاثة ليس هنا ليس هنا ليس هنا لازم تحسب حساب الجنغلر اللي قدامك الجنغلر فين حيبدأ يعني لو أنا خاء أنا عارف ليس هنا فين حيبدأ حغير على طول أروح أبدأ أخذ بعدين أروح أنا أكون جاهز أسوي أوكي فقدتلكم يا شباب دائما يهم تشوف مين الجنغلر اللي قدامك فيكون مستعد لكاونتر قانك لا تشوف مين الجنغلر أفعل ذلك أنا فقط تتحدث عن الكونسيبت يا داغستاني الكونسيبت الفكرة يهمك الجنغلر اللي قدامنا يهمك انت تحاول ليس شوفونا يا شباب من بداية الجيم نروح نحاول نسوي ونحط ورد هنا ليش عشان نشوف فين الجنغلر بدأ يا أخي عشان الجنغل حقي يجي له المعلومة انه الجنغل التاني بدأ هنا ولا بدأ هنا ويعرف في كاونتر وهو يعني شوفنا وارد هنا وحطينا وارد هنا طوب حقنا فاهم حط وارد احنا حاولنا نسوي وحطينا وارد شوفنا الجنغلر بدأ هنا على طول على طول الجنغل حقنا حيبدأ بط يهمك تعرف فين الجنغلر التاني بدأ كيف تعرف فين الجنغلر التاني بدأ بطريقتين الطريقة الأولى أي تلين اتأخر يعني احنا دايما نشوفونا بط رحنا حاولنا نساعد الجنغل هنا وصلنا للين متأخرين يعني تقريبا 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 الجنغلر حقنا كان بوت لو الجنغلر حقه هم بدأ top وعارف انه احنا بدأنا متأخرين يقدر يغير الباث حقه طبعا يحتمد على الجنغلر عشان كده بقول فيه طريقتين الطريقة الاولى فيه احتمالية انه انت اذا متأخر في اللين الجنغل كان عندك فيه احتمالية انت تبغى تلعب mind games وتبغى تسوي فيها وتبغى توريه عشان ما يعرفوا هم فين بدأنا فيه طريقة تانية وهي الاساسية نحط واردات يا شباب اول ما يبدأ الgame نسوي نسوي invade كلنا مع بعض كتيم عشان نحط وارد فكيف توقف انه والله ما يعرفوا هم الجنغل فين بدأ ايوة اوصل اللين متأخر ادخل اللين متأخر حتى لو الجنغل ما كان عندك حتى لو الجنغل بدأ فوق ادخل اللين متأخر لا تجيس تستنى من بدري تروح تجري هناك توريهم وتجريس ترقص لهم ترقص لهم انت بتقول لهم الجنغل مو عندي هنا الجنغل في الجهة التانية لا تعطي معلومات للتيمة التاني الجنغلر التاني على طول حيعرف فين انت موجود اوكي طبعا اذا كان جنغلر فاهم مش جنغلر لو ايه الشيء التاني زي ما قلت لكم لو انا خازيكس من مصلحتي لما تبتسوي كونتر قانك تتسويها بريد تبدأ رد لانه رد دايما اي مضاربة في البداية بتتضارها من احد لازم يكون رد معاك لو ما اخد رد حتكون في دس ادفانتج لو هو بدأ ليس انه اخد رد وبعدين قرر انه ياخد سكتل ويدخل على بلو على طول ولا يدخل على قرومب حقك وينزل لبل تو هو عنده رد هو يقدر يسوي قانك وانت ما عندك اللا بلو ما تقرد تسوي قانك طبعا في الباتس التانية الزحمة يا شباب انا تكلمت عن الباتس اللي في الجهة هذه في الباتس التانية الجنغل الحمار حقهم انت بديت هنا بعدين نزلت هنا بعدين نزلت تحت لقيت الجنغل حقهم هنا فوق شفتوا تشل البلو تشل الولف تشل القرومب على طول تشل السكتل او تسوي قانك تحت طبعا هادي نوصل للفكرة التانية اول عندك اللي هي فيهمك انت تحاول تفكر تحاول تسوي تحاول تسوي فين الجنغل حقهم بدأ وفين حيسوي قانك اول طبعا لو انت فاهم او يعني او محاولة صحيحة طبعا مش رد تكون محاولة ناجحة انت ممكن تكون سويت كل حاجة صح اوكي وبرضو الجنغل حقهم غير للطريق اوكي فبدأ تحت بدأ هو هنا ونزل تحت وانت بديت هنا وطلعت فوق شفتوا تحت رخ خد الجنغل حقه كله على طول اوكي والاكس صحيح طيب ايش الفرق بين كاونتر غانك وماتش غانك هم عندهم ليسين وانت عندك ليبل ثلاثة وليبل ثلاثة ليسينو هيكرين مين حيفوز ليسين حيفوز ايش يعني يعني هيكرين ما يقدر يسوي كاونتر غانك فنقول هيكرين بدأ هنا بعدين اخذ هنا بعدين اخذ هنا او خليه يسوي نفس البات نقول وصل ليبل ثلاثة اخذ هنا بعدين اخذ هنا بعدين اخذ هنا بعدين جاء هنا ليسين سوي نفس الشيء هذا بعدين هذا بعدين هذا صار لبل ثلاثة هذا صار لبل ثلاثة وبعدين لي سن جاء هنا طبعا أو خلي رحمة هيكرم ما يتضارب يجي بس يوري وجهه هيشوفه ما حيدخله لأنه اثنين في اثنين حيبطل وهذا يسمها ماتش قانك ما تتضارب بس توري وجهك تعال وري وجهك بس وري وجهك من يوم ما هتوري وجهه هو حيبطل يسوي قانك لأنه عارف أنه في قانك طبعا لو هو سوى قانك على واحد مت وانت جالس تستنى في احتمال كبير انت قلت تسوي كاونتر قانك كويس لأنهم ما هم من تبهيرك وضيعون سيديز حقتهم فالفرق بين كاونتر قانك وماتش قانك انه في الكاونتر قانك انت اكشيلي بتتضارب في الماتش قانك بس توريهم وجهك وهذه ما تسويها إلا إذا انت متأكد أنه انت الاثنين التو في تو حقكم حينهزم أو ثري في ثري أو وتفر يعني انت نزلت بوت هما ثلاثة وانتوا ثلاثة وهما ثلاثة أحسن منكم فهنا وصلنا ليش؟ لأنه والله لازم تعرف الماتشة بحقك لازم تعرف أنه ليسن يقدر يفوز على هكرم لفل ثلاثة مش العكس حبيبي أوكي؟ لفل أربعة هكرم لفل ثلاثة ليسن يفوز ياس ما فيها كرامة فهكرم واحدة من الباتس حقته واحد نين ثلاثة أربعة سكتل حيصير لفل أربعة ليسن يكون دوب وليفل ثلاثة وما وصل لفل الأربعة ياس انفلت على أمه هي كريم من من الشامبينز اللي يقدر يخرصه جنقل بسرعة فأول شيء تاني شيء هذي شرحها هاي طول بعدين أنسوها دي حين هذه سهلة اللينز اللي تسوي لها أول شيء تفكر في بعد كده تسوي بعد كده تأخذ بعد كده بعد كده لا فين يا شباب في الترتيب أول شيء أهم شيء لازم أسوي بعدين لازم أسوي بعدين لازم أسوي بعدين أسوي بعدين أسوي بعد كده لازم أسوي يعني شفت طوب حقي ولا الميد حقي نازل سوى تحت تي بي أنا أروح أكفر يا أخي مو أجلس في الجنقل جاي الأهبل أفرم أطلع طوب كفر اللين ولا يروح عليكم تاور وتخسروا وإنت جاي الأهبل بعدين فدايما أول شيء وإنت داخل الجنقل حقك تطالع في شيء أقدر أسويه من اللي في الترتيبهم أعلى لا أنزل لل في شيء ما أقدر أسوي في الترتيبهم في شيء أقدر أسوي دائما بعد ما تسوي كل حاجة أسأل نفسك التمنيا سيلا هادي بعدين أمشي اللي بعدها خليها كده كمو زي القرآن اللي عندك تمشي عليه واحد اتنين ثلاثة أربعة قدرت أسوي طبعا كمان إنت لا تكون أهبل مع احترامي الشديد يعني تقول عمر قال أنا همشي أسوي وتجلس لنص ساعة هنا والآدم الثاني بيسوي فارم وخلص وصل لفل ثمانية ولا سبعة وإنت لسه لفل أربعة يعني تقرر تشيروا تور تشيروا تور حبيبي تقرر تشيروا دريك تقرر تشيروا بارون تقرر تشيروا تور تشيروا تور فلازم لازم لازم الفارمينج أوكي ما تضيع وقت تمشي ما تسوي حاجة إذا ما تقرر تسوي حاجة في لين لا تضيع وقت روح فرم على طول لو أنا عند بلو وقاعد أضرب في التوب سوى تبيني أسيب البلو وأكبر ولا لين أكتر وأروح البلو طيب أحسن سؤال أن سألتوا اليوم يا محمد شكرا على السؤال هذا سؤال عظيم من شخص ما أبغى أقول عظيم يعني أعظم كمان يلا يس يا حبيبي أنت ويا أنت جنغل راسك كبيرة وجالس هنا وجالس تكتل في هذا وشيل ثلاثة منها واحد اثنين ثلاثة وباقي الأربعة الثاني وهنا جاء كونتر قنك إيش تسوي ولا لازم أخذ الكامب حقي الكامب ضروري يا أخي سيبه يا أخي يرحم لي أبوك سيبه وأجري سيب اللي في يدك الثلاثة الأربعة الخمسة الثواني هذه هتغير مجرى الجنغل أرجوكم يا شباب أي شيء بتسويه في الجنغل ماهو أهم هذا شوفوا ماهو أهم من الكامب ما شلت الكامب سيبه سيبه على طول أربعة خمسة ستة أوتو أتاكس وضيعت سي دي كان ممكن تروح تسيب الآدم اللي بيها وتقلب الجيم فأرجوكم يا شباب مرة ضروري إذا تقدر تسوي حاجة مو أنت هيلثة يا شباب الجيم هذا في له تفرع لحاجة ألف حاجة أنت هيلثة كبارين لا حبيبي سيبه يموت أنت هيلثة كويس أنت لازم تفت تفكر في الحاجات الأساسية أنا هيلثي أنا وضع كويس أنا ما عندي مشاكل أنا أقدر أسوي قانج أقدر أتضارب عندي السيديس حقتي عندي الآلتي حقتي أقدر أروح ايوه لاحظة تسلسل الأفكار أو 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 الشي اسمه أو الثوت بروسس لازم تسلسل الأفكار بقى زيك كده مو بغباء مو عمر قال أنا أسيب اللي في يدي وأمشي لا هيلثك مش كويس هيلثك واطي ما تقر سوي شي خلاص أسكمل اللي في يدك أرجع البيس مات عليه السلام ما في شي يسمو تاكي طيب نايت بلو علمنا حاجة مرة بطالة لين تاكسين طيب يا حبيبي انت جنقل عظيم ونزلت سويت وديت كل لين ولا كل ولا أنت أخذت كل تمشي من اللين لأيك زي الطيبين الشيء الوحيد اللي تسوي تسوي لازم تفهم انه انت لما تجلس هنا معنا واحد اثنين ثلاثة الأكس بي حقنا يتقسم علينا الثلاثة يعني الأي دي سي التاني اللي قدامي صار عنده أكس بي أكتر مني وأنا فايز عليه هذه مشكل اثنين ما تأخذ أكس بي ولا قولد من الآدم اللي قدامك إلا إذا أنا فايز عليه ولفلي أعلى منه قولد أعلى منه أوكي نعيدها تاني يو دو نات تاكس لا أكس بي ولا قولد أصلا قولد يو نيفر تاكس أنساها أوكي كون انه انت تاخد قولد حتى لما انت بتسوي بوش معانا أو في تضرب تقلل ما تشيل القولد لما تلعبوا بتلعبوا ترول ألعبوا ترول في اللو أنا ما بتكلم على الترول بتكلم على ما تشيل من لينر نهائيا ما تشيل من لينر إلا إذا كان عنده زايد وما عنده مشكلة يشارك معك يعني قتلنا الاثنين اللي بوت خرجناهم من اللين ما هي مشكلة تعال شاير معا لأنه ما هياخدوا دف معانا اللين بسرعة لا تنسوا موضوع اللين شبف ندف اللين بسرعة شير معا مع اللين ما تاخد تسير ندف هذا راح اللين كلها أنا حقي زايد نبغى تسلسل الأفكار بنفس الطريقة أنا لو سيرت سويت حخلي معايا يكون أقل من الآدم اللي قدامه إيوه ما تشير تمشي تنقلع حتى حتى ما تاخد جنبي حالوين؟ أنا متأخر في اللين هذا لفل عشرة وأنا لفل تسعة تجي تسوي تجي تاخد XP معايا تأخرني زيادة تجي تاخد جولد مني تأخرني زيادة أو متأخرني أنا ما تكلم على بط بالذات السولوليينرز السولوليينرز أهم من البط لأن البط أصلا أصلا أوريدي شيرت السولوليينر أنت تاخد منه نصف XP اللي قدامه عنده لفل زيادة لفل زيادة قتلوا عشان أبغى سوي تاكس لللين أنا نايت بلو وأنا بي أنا أحسن واحد في التاريخ أنا حكري كل لما تصير زي نايت بلو وتكري لحالك لما تلعب مع لأنه نايت بلو دايما نلعب مع 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 وكذا هذا لما يفل في الستريم ما يلعب مع ترقى ونلعب مع ما يفعل زي كذا يلعب مع سوي زي غير كده أرجوكم يا شباب أنت عندك الـ أنت كجنجلر أنت الـ 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 الاحتياجك للغولد أقل كثير من الـ من اللينارات والـ الـ حقتك الـ حقها أقل كثير من اللينارات والـ والغولد اللي تاخده من الجنجل يكفيك وزيادة لا تاخد تاكس إلا إذا الآدمي اللي معك يقدر يستحمل أنه أنت تاخد منه تاكس period أوكي انتهينا اليوم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة